كشف القيادي في تحارف الفتح جبار عودة عن اختفاء أثر 400 قيادي داعشي نصفهم عراقيين من مخيم الهول السورية ما يجدد الأسباب الخفية وراء تأجيل إغلاق هذا المخيم وأشار إلى نقل هذه المجاميع إلى مناطق مجهولة خلال العام الجاري بما يؤكد أن داعش ما هو إلا مخطط مخابرتي هدفه إشعال المنطقة والإسراءة للإسلام من خلال المتطرفين ووصف عودة مخيم الهول السوري بورقة جيوسياسية والتي يتم استغلالها لتعكير صف الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط عبر الإرهاب من خلال فكر متطرف كان وراء تدمير مدن عراقية وسورية وقتل مئات الألف